شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين والصلاة والسلام على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم قبل أن ندخل في صلب الموضوع لابد أن نقدم مقدمة وهذه المقدمة هي أن الوجود على نحوين مرة الموجود يكون بالفعل من جميع الجهات يعني أول ما يوجد هذا الموجود يكون مستجمعا لجميع كمالاته الوجودية هذا الموجود لا توجد لديه حالة انتظارية هذا النحو من الوجود نطلق عليه الوجود الدفع ولا يهمنا الآن الكلام في هذا النحو أما النحو الثاني فهو الوجود المتدرج أنتم إذا لاحظتم أعماق الوجود المتدرج تجدون أن في هذا الموجود خاصية معينة هذه الخاصية بالفعل من جهة وبالقوة من جهة ثانية من جانب هذا وجود ومن جانب ثاني هذه قوة وجود وليس وجودا بالفعل مثلاً مثلاً أنتم عندما تلاحظون أعماق البيضة هذه البيضة هذه البيضة فيها حالة معينة هذه الحالة لا توجد في الحجر أنتم أخذوا حجر يشابه البيضة في الحجم والشكل واللون ما هو الفرق بين هذا الحجر وهذه البيضة الفرق أنه في أعماق البيضة الله سبحانه وتعالى أودع حالة معينة هذه الحالة بالفعل من جهة يعني هذا الشيء حقيقي هذا موشي توهمي حقيقة هناك حالة تأهل في البيضة هذه الحالة مو موجودة في ذلك الحجر الحجر إذا وضعتموه تحت الدجاج لا يمكن أن يتحول إلى دجاجه ولكن البيضة تتحول إلى دجاجه ليش لأن البيضة فيها هذه الحالة والحجر الله تعالى لم يجعل فيه تلك الحالة إذن هذه الحالة حالة حقيقية حالة موجودة بالفعل من جهة ولكنها بالقوة من جهة ثانية إذا إن تهيئتم الظروف الملائمة بعد أيام هذه البيضة تتحول إلى دجاجه هذا هو الوجود المتدرج نحن البشر وجود متدرج مشيئة الله حكمة الله لم تشأ أن توجدنا على نحو دفعي إحنا من اليوم الأول ما كنا هكذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كم عمرنا إحنا لا نعلم نحن مضت علينا ألوف الأعوام وربما ملايين الأعوام ونحن نطوي هذه المراحل مرحلة مرحلة إحنا مئات الأعوام ألوف الأعوام ربما ملايين الأعوام كنا في المرحلة الترابية إحنا كنا تراب كنا طين من طين لازب من حمأ مسنون هذا الطين تحول ووصل إلى نبات النبات تحول إلى حيوان الحيوان تحول إلى نطفة النطفة تحولت إلى علقة العلقة تحولت إلى مضغة المضغة تحولت إلى عظام ثم كسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذه النشآت مضت كل نشأة وجدت فينا القابلية لكي نتلبس بلباس النشأة الثانية هذه المرحلة هي المرحلة النهائية شنو المطلوب مننا في هذه المرحلة المطلوب في هذه المرحلة النهائية المرحلة الإرادي النهائية أن نتأهل للنشأة القادمة اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمال إذا الشرائط ما كانت مهيئة للنطفة لكي تتحول إلى علقة هل كانت تصبح علقة لا إذا الشرائط ما كانت مهيئة للعلقة أن تتحول إلى مضغة كانت تتحول إلى مضغة لا كانت تحدث حالة إجهاض وينتهي ذلك الموجود لا يتلبس بلباس النشأة القادمة كان يبقى في تلك المرحلة وربما يسقط ويهوي إحنا أيضا إذا في هذه النشأة اللي هي آخر نشأة إراديه في هذه النشأة إذا ما أعددنا للمرحلة القادمة هذا معناه أن الإنسان يسقط في المرحلة القادمة كيف يكون الإعداد الإعداد في هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه هذه الآية من المستحب أن يقرأها كل واحد منا قبل النوم قبل ما تغمض عينك آخر شيء أو من أواخر الأشياء التي تكون في بالك هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يريد أن يكون في تلك النشأة سعيدا كاملا كاملا مهيئا ينال تلك المقامات فليعمل عملا صالحا أولا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا العمل المخلص لله سبحانه وتعالى العمل وحده لا يكفي العمل الذي لا توجد فيه شائب لا يوجد فيه حب الظهور وحب السمعة وحب الشهرة ليش الله يريد مننا عمل لا الله يريد مننا عمل ما في شوائب عمل لله ليش لأنه هذه الروح متى تكون مؤهلة للقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه متى تكون مهيئة إذا الروح نمت إذا الروح ارتفعت إلى ذلك المقام وإلى ذلك المستوى شلون الروح ترتفع إلى ذلك المقام وإلى ذلك المستوى العمل الخالص هو الذي يهيئ الروح انت من خلال هذا التجاذب ومن خلال هذا التنازع الداخلي أفعل لله أو لا أفعل هذا التنازع هذا الصراع هو الذي ينم الروح أما إذا العمل كان لغير الله سبحانه وتعالى كان لكي يقول لك الناس أحسنت هذا العمل لا ينم الروح مو فقط لا ينم الروح يسقط الروح عندما أنا أنفق في سبيل الله هذه الروح فيها طبيعة الشح صراع بين العقل وبين النفس في هذا الصراع عندما تنفق الروح ارتق الدرجة أصبحت مهيئة ولكن عندما ينفق لكي يقول الناس إن فلان قد فعل هذا العمل مو مو فقط الروح لا تنمو بل تتكرس في هذه الروح دواع الأنانية دواع الشهوة دواع الغفلة فهذا العمل بدل ما يرفع النفس يخفض النفس ويسقط النفس ولذلك من الناحية الفقهية اللي يعمل عمل رياء هذا مو فقط لا ثواب له بل عليه العقاب يعني الذي يصلي لا لله هذا العمل فيه عقاب الذي ينفق لا لله هذا العمل ما في ثواب بل فيه العقاب أيضا هذا معناة واحد ما ينفق لا لأنه إذا ما أنفق ما أصبحت هذه الروح في مستوى النشأة الثانية لازم ينفق ولكن يجب أن يكون إنفاقه لله سبحانه وتعالى لاحظوا هذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصعد الحفظة بعمل العبد إحنا أي عمل نعمل أكو هناك ملائكة ملك على اليمين وملك على الشمال ويظهر من بعض الروايات أنه أنه أكو أكثر من ملكين في بعض الروايات أكثر من عشرين ملك مع كل واحد واحد مننا هؤلاء الملائكة عندما نعمل عملا ترفع ذلك العمل مبتهجة به لأنه عمل جيد بناء مسجد ما أعظم بناء المسجد عند الله بناء حسينية ما أعظم بناء حسينية عند الله طبع كتاب إنفاق على فقير أعمال لا تثمن عند الله الملائكة تبتهج بهذا العمل فيطؤون الحجب كلها ما هي هذه الحجب لا نعلم لأن معادلات عالم ثاني لا نفهم معادلات تلك العالم فيطؤون الحجب كلها حتى يقفون بين يدي الله من الملائكة فيشهدون له بعمل صالح ودعاء إن العبد الفلان عمل هذا العمل دعا هذه الدعوة أقام هذا المشروع الخير فيقول الله تعالى أنتم حفظة عمل عبدي أنتم الملائكة تتعاملون مع الظواهر وأنا رقيب على ما في نفسه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على النيات الله الله ويعلم أدق الخفايا شنو المنطلق لهذا العمل ليش تعمل هذا العمل وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم إنه لم يردني بهذا العمل أكو شائب في هذا العمل أراد أن يمدحه الناس أراد أن يقال إنه الوجيه المحسن عليه لعنة ما هو معنى اللعنة اللعنة يعني الإبعاد يعني الطرد هذا العمل مؤوقفه في مكانه أبعده من رحمة الله والعياذ بالله لأن كل عمل من هذا القبيل لا يسبب تلوث في روح هذا المؤمن نعوذ بالله من ذلك لذلك واحد أولا يجب أن يعمل العمل مو واحد يقول ما أعمل يكون رياء هذا هذا من مداخل الشيطان لا تذهب إلى صلاة الجماعة لعلها رياء غلط هذا المنطق أفراد تركوا العمل الطيب فهووا أبعد من السماء السابعة إلى الأرض واحد كان يعمل عمل طيب بعدين شك أن هذا العمل رياء أو مرياء ترك العمل وسوس هذا من مداخل الشيطان بعدين رأى في المنام كان كل يوم يجي إلى مسجد يقوم بعمل طيب في المسجد بعدين قال ليكون هذا العمل رياء ترك العمل بعدين رأى أنه راكب على مركبه تصعد هذه المركبة من المسجد صعدت وصعدت إلى السماء الأولى السماء الثاني إلى السماء السابع ورأى ما رأى وإذا به ينفصل عن المركبة ويسقط من فوق إلى المسجد وجاءه النداء من هنا صعد ومن هنا هويت الإنسان ما لازم يفرط في عمل طيب لشبهات لأنه التوفيق إذا سلب من الإنسان فادمرة تشوفون راحة التوفيق يعمل العمل ولكن يواضب من وساوس الشيطان يواضب أن لا يكون محركه إلا الله ما هي قيمة الناس قرأنا لكم تلك الرواية يا أبا ذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا أبا ذر لا يفطه الرجل كل الفقه هذا فهم هذا الذي يفهم حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها ما هي قيمة الناس الناس هم الذين يعطونك الجنة أو النار لماذا يعمل الإنسان الناس شنو قيمته هل بيدهم الكتاب والحساب والميزان ما كو بيتهم الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه إحنا نشوف كتاب مفاتيح الجنة ونرى آثار هذا الرجل ولكن ما هي خلفيات هذا التوفيق مو توفيق حقيقة واحد كتاب لا تجد بيتا من بيوت الموالين لأهل البيت إلا وفيه أو في أغلب هذه البيوت كتاب مفاتيح الجنة نحن كل يوم نقرأ دعاء في مفاتيح الجنان الشيخ القمي شريك معنا في هذا الثواء هذا التوفيق ولكن شوفوا خلفيات هذا التوفيق ننقل قضية واحد في يوم من الأيام كان في قم أبوه يأتي إلى البيت يقول له لماذا لا تكون كالخطيب الفلاني خطيب كل يوم كان يجي في الحظرة في حظرة في قم في حرم السيدة المعصوم صلوات الله عليها يجي وياخذ كتاب اسم الكتاب منازل الآخر اخذوا هذا الكتاب وطالعوه نعم الكتاب حقيقة يجي فوق المنبر ياخذ كتاب منازل الآخر ويقرأ هذا الكتاب انت ليش ما تكون مثل ذلك الخطيب هذا كل خطيب جيد كل كتاب جيد افضل المطالب توجد في هذا الكتاب الكتاب لمن هو للشيخ عباس القم ابو يقول ليش ما تكون مثل هذا الرجل اللي يقرأ هذا الكتاب لكن ابو ما يعلم ان هذا الكتاب تعليف ابنه الشيخ عباس القم تنازعه نفسه انه يقول بابا هذا الكتاب تأليفي انا مألف انا مألف منازل الاخرة ولكن يعتصم بالله من ذلك مرة ثانية الاب يقول له هذا الكلام فلا يقول الابن للاب ان هذا الكتاب تأليفي نقدر نعمل هذا العمل انا سويت عمل الناس يقولون زيد فعل هذا العمل بينما انا فعلت هذا العمل اسكت ولا اقول كلمة فليقل الناس ان فلان فعل هذا العمل لا يهمني ذلك المهم انك غضبت لله امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لابي ذر عندما ودعه فرج من غضبت له اذا انت عملت لله فاطلب اجرك من الله سبحانه وتعالى احد الافراد ينقل احد العلماء ينقل القضية التالية يقول في يوم من الايام توفي رجل معروف هذا الرجل كان معروف وكانت له خدمات لكن كانت في حياته بعض القضايا بعض المشكلات بعض اللمم المؤمن احيانا تصدر منه بعض الاعمال يقول انا في تلك الليلة التي فيها رأيته في المنام طبعا هذا مو منام وانما الشيء تؤيده الروايات ايضا يعني المطلب في حد ذاته معتبر بالروايات المأثورة يقول رأيته في المنام جاء به ملكان الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اخذوا يطوفون به حول القبر العادة المتبع ان الميت عندما يموت في تلك البقاء يطوفو خول قبر امير المؤمنين صلوات الله عليه او بقية المراقب يقول اخذوا يطوفون به شفت اثار العذاب ظاهرة عليه لانه لانه العب بمجرد ما تنفصل هذه الروح عن البدن اما الى جنة اما الى نار هناك هناك بداية المعاينة لكن عندما يجيبون الميت الى هذا المرقد المطهر العذاب يرتفع عنها احتراما لامير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما كان اكو علي عذاب ولكن اثار العذاب ظاهرة علي هذه القضية منذرة من جهة ومبشرة من جهة ثانية يقول اخذوا يطوفون به ثم ارادوا ان يخرجوه من الصحن بعد انتهى بمجرد ما يطلع من هذا الصحن يعود الى ما كان فيه من العذاب يقول توجه الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقال لي وقال للامام اذا الان طلعوني بعد من يخلصني من هؤلاء وماذا يكون مصيري فقال الامام صلوات الله عليه وهل نسيت ذنوبك الذنوب التي عملتها في حياتك الا يجب ان تجازى عليها فتوجه الى الامام صلوات الله عليه وقال صحيح انا مذنب ولكن الم اكن اقيم المجالس لكم في حياتي الم اكن اتخذ مجالس فرح لفرحكم ومجالس عزاء لحزنكم فقال الامام صلوات الله عليه الشاهد في هذه الكلمة كل ما فعلته لم يكن من اجلنا وانما كان لطلب الشهر حتى يقال فلان هو الذي فعل الدليل تعلمون شنو الدليل بهلول رأى هارون يبني مسجد يردون يخلون اسم هارون على المسجد قال قفوا للعمال خلوا اسمي على هذا المسجد بنى هذا المسجد بهلول قال هارون ماذا تقول انا اللي تعبت انا الذي بذلت والمسجد يبنى باسمك قال هذا هو هدفي اردت ان اقول لك ان نيتك لم تكن لله فليكن انت بنيت المسجد فليكن باسم شخص اخر شنو المانع من ذلك لماذا يتظاهر الانسان بالعمل ليعمل العمل سر كل ما فعلته لم يكن لنا وانما كان لاجل الشهر وحب السمعة فقال الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه صحيح ذلك ولكني كنت احبكم بقلبي وروحي بعد هذا ما برياء هذا الحب الذي نحمله هذا العشق الذي نحمله لهؤلاء الصف وهذا بعد ما في رياء هذا بعد ما في سمعة وانما ينبع من اعماق وجودنا وكان اذا ذكر اسمكم في مجلس بعظمه كنت اسر لذلك هذا بعد ما في رياء بعد ما في سمعة فقال الامام صلوات الله وسلامه عليه للملكين اتركاه هذه شفاعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اهل البيت يشفعون لمن والاهم ولكن تلك المقامات العظيمة لا ينالها الا المخلصون الانسان يجب عليه ان يعمل الخير في حياته ويتزود من الخير في حياته ولكن يجب ان يكون مواظبا ان يكون المنطلق هو الله يا موسى اخلص العمل فان الناقد بصير بصير نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في هذه النشأة التي نحن فيها لنتزود بالعمل المخلص لتلك النشأة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فالك فان فان ارتي الافهام بالآيات ازرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الالباب كل جهات جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر